نجحت مملكة البحرين من خلال وضعها أفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعنى بكوفيد 19 بعودة الحياة لطبيعتها وضمان الحماية الكاملة لجميع من يعيش على أرضها نعم وقد جاء هذا النجاح بفضل توجيهات جلالة الملك المفدأ يده الله ورعاه والتعامل الأمثل لفريق البحرين السريع مع كافة المستجدات العالمية في ظل انتشار جائحة كورونا منذ بدء انتشار فيروس كورونا عالميا وحتى يومنا هذا تواصل مملكة البحرين في وضع أنجع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات إلى جانبي ضخ كافة الامكانيات من أجل مكافحة كوفيد 19 حاملة بذلك مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع أولوية قصوى وقد غامت بإطلاق العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير المدروسة التي ساهمت بشكل كبير في تغليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذه الجائحة العالمية وقد جاء هذا التعامل الإيجابي بفضل الرؤية الثاقبة والتوجهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدة ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليكونوا أبطال البحرين هم اليد اليمنى والذراع التي تتكل عليها المملكة في وقت المحن للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع ككل وقد توالت هذه الإنجازات للمملكة لإتاحتها الفحص المجاني وتوزيع اللقاح للجميع إلى جانب إنشاء وحدات طبية متنقلة للفحص في أماكن سكن المواطنين والمقيمين والقيام بفحوصات عشوائية في مختلف مناطق المملكة وإنشاء قرفة عمليات تعمل على مدار الساعة سعيا من المملكة للتمكن من ضبط انتشار الجائحة العالمية وفي السياق نفسه تشهد مراكز التطعيم أقبالا واسعا في مختلف محافظات المملكة من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح ما يؤكد على تكاتف المجتمع مع فريق البحرين للخروج من هذه الجائحة والعودة لحياة طبيعية خالية من الأوبئة إلى ذلك فقد سطرت مملكة البحرين نجاحا كبير في ظل تداعيات الجائحة العالمية من خلال إطلاق الحزم المالية التي أسهمت في التخفيف من أثار الجائحة على الاقتصاد الوطني لتعاود المملكة بشكل تدرجي للعودة للإنتاجية كما قدمت المملكة النموذج المميز من خلال قيامها بعمليات إجلاء لمواطني مملكة البحرين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المبادرة الجماعية في المشاركة في تحجيم أثار الجائحة العالمية على المستوى الوطني طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر